اشتركوا في القناة والمؤشرات ليوم الجمعة الموافقة السادس من سبتمبر من العام الفين واربعة وعشرين اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا اخواني العزاء بيانات هامة جدا تبتدأ في تمام الساعة الثانية عشر مساعا بتوقيت مكة المكرمة بصدور الناتج الاجمالي المحلي على اليورو ومن ثم تصدر حزمة من البيانات الهامة على الدولار الامريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساعا بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر متوسط الاجور في الساعة وايضا تقرير التوظيف غير الزراعي وايضا تقرير معدل البطالة اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ اخواني العزاء ان مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يتداول تحت الضغط وحتى اللحظة وعلى الصعيد الفني هناك العديد من النقاط الفنية الذي تضغط على مؤشر الدولار الامريكي وهي بقال اسعار ادنى خطوط الاتجاه الرئيسية والفرعية وفي ظل قناة رئيسية هابطة واستقرار الاسعار ادنى مستوى المائة واثنين لا يزال يعرض المؤشر لضغوط بيعية لن تستانف الا بكسر مستوى المائة فاصلة ثلاثمائة وبالرغم من تباين البيانات الامريكية التي صدرت بشكل ايجابي وشكل سلبي الا ان تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي صادر عن ال اي دي بي والذي يعد ممهد لتقرير الان اف بي يعد هذا التقرير هام جدا واظهر سلبية فلذلك نشاهد الضغوط على مؤشر الدولار الامريكي تتنامى تيمنا بان تقرير الان اف بي سوف يصدر بشكل سلبي مطابق لتوقعات ال اي دي بي ولمن يرغب ان يفهم الرزنامة الاقتصادية بشكل مفصل وتأثيرها على الدولار الامريكي والذهب والمؤشرات وسوق الاسهم وما هي فائدة هذه البيانات الهامة قد قمنا بعمل برنامج بودكاست مفكرة اقتصادية بامكانكم الوصول الى جميع البيانات من خلاله وفهمها وهو متوفر على قناتي في اليوتيوب وايضا جميع منصات البودكاست العالمية والعربية وعلى رأسها ابل بودكاست وايضا منصة انغامي وبوديو وديزير وغيرها من المنصات فقط اكتب مفكرة اقتصادية او اكتب محمد قيس عبدالغني وتظهر لك السلسلة بالكامل اذا اخواني لعزا ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ اخواني لعزا ان زوج اليورو دولار يحاول ماليا انهاء التصحيحات وحتى اللحظة فبات الاسعار على الواحد فاصلة عشرة الاف لا تزال ترجح الكفة الاجابية الذي من خلالها قد نشاهد استهداف للواحد فاصلة اثناش الف وواحد فاصلة ثلاثة الف وخمسمائة على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو الاجابي الصاعد الا بعودة الاسعار ادنى الواحد فاصلة عشرة الاف اذا اخواني لعزا ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ اخواني لعزا ان زوج الباوند دولار بثباته اعلى مستوى الواحد فاصلة واحد وثلاثون الف لا يزال يرجح الكفة الاجابية الذي تستهدف مستوى الواحد فاصلة اثنين وثلاثون الف وخمسمائة وواحد فاصلة ثلاثة وثلاثون الف وستمائة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي التفاول إلا بعودة الأسعار أدنى الـ 1.31 ألف إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونشهد الزوج يعود تحت الضغط وحتى اللحظة بقاء الأسعار أدنى مستوى الـ 145 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يضع الزوج تحت الضغط وقد يؤدي إلى هبوط الأسعار إلى مستوى الـ 140 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد على المدى القصير وقد نشاهد على المدى المتوسط عودة الأسعار إلى مستوى الـ 134 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد ولن يلغى هذا السيناريو إلا بعودة المراكز الشرائية مجدداً أعلى الـ 145 ين إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد أخواني لعزاء الزوج حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى مستوى 0.85100 يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى 0.8700 و 0.82400 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أخواني لعزاء الزوج يتمسك بمكاسبه أعلى مستوى 0.66700 وثبات الأسعار أعلاها قد يمنح الزوج دافع إيجابي للصعود مجدداً صوب مستوى 0.6900 و 0.7100 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بعودة الأسعار أدنى 0.66700 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أخواني لعزاء أن الزوج حتى اللحظة لا يزال يتداول بالقرب من منطقة مقاومة هامة جداً هي مستوى 0.62250 تخطي هذا المستوى الذي يلتحم معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد يمنح الزوج قبلة الحياة لصعود صوب مستوى 0.63450 و 0.64500 على المدى المتوسط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد أخواني لعزاء الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 1.36000 لا يزال يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى 1.34500 وأيضاً 1.33000 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونشاهد حتى اللحظة أخواني لعزاء الين يعود لتصدر المشهد واستعادة الإيجابية مجدداً حتى اللحظة تبات الأسعار أدنى مستوى 196 ين مقابل الجنيل استرليني الواحد يوحي بالمزيد من السلبية للزوج والهبوط صوب مستوى 184 ين مقابل الجنيل استرليني الواحد على المدى القصير وعلى المدى المتوسط قد نشاهد مستوى 170 ين إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو ين ونشاهد أخواني لعزاء الزوج هو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغط وإذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 158 ين مقابل اليورو الواحد قد نشاهد المزيد من الضغوط البيعية الذي تستهدف مستوى 153 ين وأيضاً مستوى 148 ين مقابل اليورو الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيل استرليني نشاهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى مستوى 0.4500 يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى 0.3750 و0.83000 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 0.4500 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونشاهد الزوج يحاول التعافي بعض الشيء واستقلال تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعودة الأسعار أدنى 34 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد قد تؤدي إلى دخول الزوج في ظل تصحيحات وبعض من التعافي الذي يعيد اختبار مستوى 33 ليرة ونصف إذن أخواني لعزاء يلغى هذا السيناريو التصحيحي الهابط بعودة الأسعار أعلى 34 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي نشاهد البيتكوين لا تزال تتعرض لضغوط البيعية وبقاء الأسعار أدنى مستوى الحجز النفسي الماثل عند 60 ألف دولار لا يزال يوحي بالمزيد من البيع والمزيد من السلبية الذي تستهدف مستوى 52 ألف دولار وقد نشاهد على المدى المتوسط مستوى 44 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة ولا سبيل لاستعادة المكاسب للبيتكوين وتقليص الخسائر السابقة ومحوها إلا بعودة الأسعار مجددا أعلى 60 ألف دولار وهو مستوى الحجز النفسي إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل اليتيريوم مقابل الدولار الأمريكي نشاهد اليتيريوم لا يزال يتداول تحت الضغط وإذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 2200 دولار قد نشاهد الهبوط صوب مستوى 1600 دولار على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى 2600 دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل يحاول تأكيد كسر مستوى 55 سنت وتأكيد هذا الكسر سوف يوحي بالتخلي عن المكاسب والهبوط صوب 48 سنت وأيضا 40 سنت مقابل الريبل الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة ونشاهد أخواني لعزاء الذهب حتى اللحظة يحاول التمرد واستعادة بريقه مجددا ومتلحف وعطش لتحقيق أرقام قياسية جديدة وإذا نجحت الأسعار أخواني لعزاء وعلى الصعيد الفني البحث باختراق مستوى 2520 دولار باختراق مجتمع الشروط والأركان قد نشاهد رقم قياسي جديد للذهب يلوح بالأفق يستهدف 2560 دولار مقابل الأنصة الواحدة وقد نشاهد 2600 دولار و2700 دولار كهدف متتالي على المدى المتوسط ولكن أخواني لعزاء لن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد على الصعيد الفني إلا بكسر مستوى 2460 دولار وهو المستبعد على الصعيد الفني حتى اللحظة ولكن أخواني لعزاء نذكر أن الذهب قد استفاد من تباين البيانات الأمريكية وشاهدنا ضعف الدولار الأمريكي بالرغم من صدور طلبات الإعانة الأمريكية بشكل إيجابي وأيضا مؤشر مدير المشتريات الخدمي صدر بشكل إيجابي ومؤشر مدير المشتريات في القطاع غير الصناعي صادر عن معهد إدارة توريدات الاسم صدر بشكل إيجابي وتقرير مخزون النفط الأمريكي الخام صدر بشكل إيجابي ولكن شاهدنا ضعف للدولار الأمريكي وقوة للذهب في ظل خبر وحيد وهو التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن الـ ADP والذي يعد ممهد لعاصفة البيانات الأمريكية الـ NFP فلذلك هذا الخبر هو الهام جدا والذي سوف يقلب الموازين عاصفة البيانات الأمريكية الـ NFP دائما نشاهد الـ ADP هو عبارة عن ممهد فعندما صدر بشكل سلبي الأسواق تفاعلت أن الـ NFP سوف يصدر بشكل سلبي لأنه ممهد ويقيس البيانات قبيل صدور الـ NFP فلذلك أخواني العزاء شاهدنا القوة للذهب ولكن إذا صدر تقرير الـ NFP بشكل سلبي مطابق قد نشاهد صعود قوي جدا للذهب وتحقيق أرقام قياسية جديدة للذهب ولكن بالمجمل أخواني العزاء أن أذكر أننا نترقب خلال الساعات القادمة بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر متوسط الأجور في الساعة وأيضا تقرير التوظيف غير الزراعي وأيضا معدل البطالة وأذكر أخواني العزاء أنني سوف أكون معكم بإذن المولى من خلال البث المباشر أخواني العزاء في قناتي على اليوتيوب في تغطية خاصة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة لنتحدث عن حيثيات البيانات الاقتصادية الهامة ونتحدث أيضا عن توقعات الأسعار وتأثير هذه البيانات عليها وتصدر هذه البيانات ونحن على البث المباشر ونترجمها ترجمة صحيحة اقتصادية بحتة وسوف أكون معكم في حال وجود أي فرص أو توصيات ونجيب على استفساراتكم لا تنسوا متابعة قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم موعد البث المباشر فور البدء إذن أخواني العزاء حاليا مفتاح الجلسة الحالية للتداولات للذهب هو 2520 دولار مقابل الأونصة الواحدة وهذا رقم هام جدا أخواني العزاء فلذلك نبقي عيوننا صوب هذا المستوى وسوف أتابع معكم أيضا في فقرة التحديث الصباحية كالمعتاد على قناتي في اليوتيوب وأيضا أخواني العزاء أذكركم ببرنامج نخبة المتداولين وهو هام جدا وأبارك أيضا للمنتسبين معنا في نخبة المتداولين بتحقيق ثلاث أهداف لتوصيات في السلع والمؤشرات بفضل الله سبحانه وتعالى وألف مبروك للجميع وأتمنى من الجميع الذي لم ينظم إلى نخبة المتداولين على قناتي في اليوتيوب أن ينظم تجدون جميع التفاصيل موجودة في صندوق الوصف وفي صندوق التعليقات أسفل هذا المقطع على اليوتيوب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام نشاهد النفط الخام لا يزال يتداول تحت الضغط وحتى اللحظة كسر مستوى السبعون دولار قد يؤدي إلى فقد المكاسب واستمرارية الهبوط صوب مستوى الأربعة وستون دولار بشكل مباشر ولكن أخواني العزاء يشترط اشتراط تام لتأكيد الكسر والهبوط صوب المستهدف هو تأكيد الكسر على فريم الأربعة ساعات لمستوى السبعون دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة تحاول تقليص ومحو الخسائر السابقة وإذا نجحت الأسعار بتخطي تسعة وعشرون دولار قد نشاهد صعود يستهدف مستوى ثلاثون دولار ونصف واثنين وثلاثون دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي Нشاهد الغاز الطبيعي إذا نجح بتخطي مستوى 2.20 سنت قد نشاهد صعود صعوب مستوى 2.60 سنت أيضا 3.20 سنت على المدى المتوسط ويشترط لاستمرارية الإيجابية هو الثبات أعلى مستوى 2.20 سنت إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي موشرة داو جونز الصناعي ونشاهد أخواني لعزان موشرة داو جونز بتأكيد الكسر لمستوى 41 ألف سوف يسقط إلى مستوى 40 ألف وما دونها وحاليا أخواني لعزان نبارك للأخوة المشتركون معنا في قناة الفي آي بي وأيضا في نخبة المتداولين باستمرارية الأرباح والمكاسب في صفقة بيع مؤشر الداو جونز فمن لم ينضم معنا في نخبة المتداولين لا يزال الوقت أمامك للانضمام وبسعر بسيط جدا ورمزي الهدف من هذه العضوية لنخبة المتداولين هو تكوين مجتمع خاص بالتداول جاد وتكوين أسر التداول بإذن الله تعالى نقدم لهم كل ما نستطيع من الدعم إذن أخواني لعزان على الصعيد الفني حاليا لن يلغى السيناريو البيعي لمؤشر الداو وتلغى الأهداف البيعية إلا بحالة واحدة وهي عودة المراكز الشرائية على مستوى الـ 41 ألف إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل معشر ستاندرد عن برزة الـ SB500 وهو الآخر يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى متوسطة متحرك لمدة 55 يوم تزيد من الضغط على الـ SB500 ولكن حتى اللحظة كسر مستوى الـ 5500 بكسر مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات قد ينذر بهبوط حاد يستهدف مستوى الـ 5300 إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل معشر النازدك الأمريكي والنازدك هو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 19250 قد يوحي بسقوط استهدف 18250 إذن أخواني لعزان نشاهد معشر رسل الأمريكي نشاهد الرسل لا يزال يتداول تحت الضغط وكسر مستوى 2150 سوف يؤدي إلى الهبوط الحاد صوب مستوى الـ 2040 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل معشر فوتسي لإنجليزي نشاهد الفوتسي يقترب من منطقة دعم هامة جدا إنكسر مستوى 8200 سوف يؤدي إلى موجة بيعية استهدف مستوى 8050 ولا سبيل لتحاشي السقوط إلا التماسك أعلى 8200 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني نشاهد أخواني لعزاء الداكس لا يزال يتمحور حول المتوسط المتحرك المدة 55 يوم ولكن حتى اللحظة بقاء الأسعار أدنى مستوى 18750 لا تزال ترجح الهبوط التصحيحي صوب 18200 وما دونها ولن يتحاشى الداكس الهبوط المحتمل إلا بعودة المراكز الشرائية أعلى 18750 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاكة الفرنسي نشاهد الكاكة تداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 7600 ترجح الكفة البيعية التي تستهدف مستوى 7200 وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النيكي في الختام نشاهد النيكي الياباني لا يزال يحاول الدخول في ظل موجة بيعية وتأكيد الكسر لمستوى 37000 سوف تؤدي إلى استمرارية موجة البيع والتخلي على المكاسب واستهداف 35000 و33000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله اشتركوا في القناة